اشتركوا في القناة فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلة وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلة ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة ترجمة نانسي قنقر